واللعن مما حذر منه الشرع ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شفاعاء ولا شهداء يوم الكيام قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري لعن المؤمن كقتله قال عليه الصلاة والسلام إذا لعن العبد شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق السماء دون أبوابها فتهبط إلى الأرض فتغلق الأرض دون أبوابها ثم تذهب فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان كما قال وإلا رجعت على قائلها قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من اللعن حتى للبهائن ولذلك تلك المرأة التي لعنت ناقة لها قال عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ناقة ملعونة فأنزلوا ما عليها ولم تصحبهم تلك الناقة وهذا يدل على عظم فطورة اللعن